يا ديابي أنا مش شايف أي مبرغ لللي بيعملوا البنك معايا أنا أكبر عميل لبنك الأمان القردين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوائد اتعسرت في 16 قرد التانيين حصل إيه فيه إيه؟ ولا حاج ولا حاج وديكوا تحفظ على الأصر يعني ضمنتوا حقكم فيه بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات يا سعادة الباشا مصانع هندوي وشركاته نار على عالم انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في ميروط مثلا في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليات تجميل ها اللي عايزة تتكبر حاجة اللي عايزة تصغر حاجة اللي عايزة تشد والبنك بيديهم بيدون ضمنات هامل إيه؟ ما هي أصلها لما هتكبر واخد بال حضرتك وتشد وتصغر وتطول وتأثر هتبقى مضمونة مية في المية هتسدد البنك على طول يا فنم احنا كل اللي طلبين ومهلة كام شهر وهتسدد على طول اه من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير أي حاجة طيب احنا هنعمل إعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرانة لا 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 ندنا الحقيقة احنا لدينا كل حاجة ده مصنع هندوي للحديد والسلط ده أول وأكبر مصنع للصناعات السقيلة في مصر والشرق الأوسط كله بيت يا مبراهيم يا مبراهيم أم محمد معاكي موجودة يا بيه افتعل بيباه كل البروزاكشا منجر بتوع المؤسسة كلها حديد هندوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور حديد هندوي هو اللي عامل اللبنى الأساسية في البنية التحتية بتاعة مصر كلها أنا مش شايف أي حديد خالص ها ملحص النهارده أصلي نص يوم فبنشتغل يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني الشرط شوالي كده يلا يلا أيوا الشرط شوالي حلوين كده على مزاجك شوف حددك يا بتاعي السلاة النبي شيف النار طالعة زي؟ شيف النار لا ماشي وقت طالح حلوين أيوا بس 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 يا حلمي كم حديدة كده من نار بتاعاتهم التليفون في حياتة مبلولة وباكيجن بتاعنا ويوصلوا اللي بيوت السادة المحترمين عشان الأولاد يحب يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاعه حضر عزيزة بك أه ده بقى يا باشا ده صلب من أفخر أنواع الحديد في العالم ده بنصدره بلجيكا ده خشب يا باشا ها؟ ده خشب يا باشا آه خشب آه ما هو الخشب ما هو ده بيبقى خشب آآ على الصلب بتاع بلجيكا لأنه في مشروع بنعمله إن شاء الله بنعمل كوبري من آآ حيبتدي إن شاء الله من البحر الأبيض للبحر المتوسط للبحر الأحمر للبحر الأسود للبحر الميت وبعدين ينزل بقى يعدي بحارة التبرية وينزل من تحت خناس السويس ويخترق الصحراء الغربية لغاية ما يوصل لغاية حدود الشاد ومن حدود الشاد لرأس الربيع الصالح هيلقوا هناك موقف عرضيات اللي عايزي الكباقي يروح أي حتى مروح هناك مشروح حلو أبقى أبقى لا مصوراتي بسرعة ده مصنع هندوي للدخان ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشاق الروسط الحقيقة حنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معاسي الكيوي لأنه تضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوهير ممكن ندخل؟ نعم ندخل؟ أنا بقول بلاشي أنا عشان دخان عشان سيت راح أطرتك لا يا سيدي ما تخافش دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله السحب يا حلمي أمري فانتا علمة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشن تجي سورة يا فانتا بالسرعة أولاد مين؟ أولى الحاضطة هيعجبهم قوي ده مشروع هنداوي اللي اختاروا الحيوانية ده أول وأكبر مشروع اللي اختاروا الحيوانية في مصر والعالم العربي ده للإنتاج الكبير ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق المعزة دي بتدي ثلاث معيز في اليوم في اليوم الواحد بتجيب ثلاث معيز يا حلمي متطلق معزة صغيرة بتحطها باكج ويروح للأولاد عبد الباشا في البيت أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت ها؟ أقطع البطة كده حيطة 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 بس حيطة تكون كويسة وتوديها للباشاوات في البيت يالله ديك أهوه من هنا مين دول يا أبو؟ مش حاجة إحنا الغفر بتحصل مان بيه ساحب الأرض هات الباز يا حلمي فيه ايه؟ فيه ايه؟ مين ده؟ بقولك أين سنتين، أين بقى سكره اين بقى سكره؟ ايني؟ يا ايه؟ ايني سنتينة؟ أيني سننتين؟ يالله؟ مالله يا حلمي؟ ايه اه؟ ايه؟ هه؟ اه؟ اه؟ دي احنا بيجي لني حالات خلصانة وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي شاي اه عملتها أشعة؟ نعم أشعة اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك مشغلش بالك يا باشا ها لأ عايزك يعني شد حيلة كده وتتغل دي ها يعني اه اه التكبير اتاها ها يعني العزين دي بقى تبقى كلها بحدي كده عزين تبقى كلها ان شاء الله اهلا اهلا ماذا؟ لا حولانك استشف كلها اشف العلاق بالله طلب طلب أخير يا باش طلب عوسيدي طلب أخير أخير أعز ايه؟ اشوف ولادي شوف ايه؟ أشوف ولادي أشوف ولادي لا هنا الزيارة ما بنوعه على الحقيقة تطططط안 استنى 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 ايه؟ عايز مراتي عايز مراتي عايز مراتي مراتك؟ هتحمل لك ايه مراتك دلوقت؟ ده التمناء اللي بتسيبتني انت في الحيل مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا جدول الإدارة الجديدة متربسة قوي هو فيه إيه؟ هي البقرة المطوع بتكتر سكنها هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وحيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزيننا نسيب لهم البلد وليه مش يعني؟ وزعلانين من اللي بيهرموا تعصرنا شوية إيه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر؟ موسيقى مهلا موسم بيه نظام دعشة في انتظار ساعتك موسيقى يا شوكي بالي السفيد الأمريكي عنده بوه أول ما يخلص حتى كتخش على طول هو تعصر آخر هو مينة كمان؟ السفيد الأمريكي ملو؟ لا ما فيش مجد الأمان قاله بأصله معاك أحب يعمل لك شوية شوشرة ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشدة وانت جايلي عشان نرخي الشدة دي شوية مصبوط؟ لازم بي عبدالدايم طول عمره مصبوط قولي بقى عباش شريكي بن سادتك أخباره إيه؟ تمام، تمام ده حتى هنا من الصبح يه أهو شرف يا سيدي أهلاً بوبو الشريكي وحبيبي إزايك يا حبيبي إزايك إزايك بوبة إزايك أخوني إزايك إزايك يا حبيبي إنت أنا في الجنيش الشركة ليه؟ سيدنا وحقول لواحد يا راجل هو بقى في سنة إيه دولتي؟ بقى في سنة ثانية ابتداء يا سيدي ما شاء الله، ما شاء الله يعني نجح في سنة أول ها؟ الودة لازل تبقى خروفة أعطي، أعطي يا عباسة أبل ما خلص مع عمك محسن أيوة باشا دي ملايهم ده يا باشا وزي ما سيادتك عارف دي أول وأكبر مدينة ملايه في الشرق الأصل دي متكلفة فوق الأربعين مليون جنيه راحوا يقفروها إيه ده ملايه؟ أنا عايزة أروح ملايه ده ثلاثة بالله العظيمة هراجع من بكرة هتبقى ملايه بوبوس أيوة أيوة يا باشن بيه بس مش معقولة يعني هتدي الولد هدية مدينة ملايه يا عمي خلي الهال تلعب